مع مرور الوقت يضيق الخناق أكثر على النظام الإيراني في محيطيه الإقليمي والدولي فعقوبات إدارة ترامبل الجديدة على قطاعات حيوية وشخصيات إيرانية متنفذة باتت تفرض نفسها ولعل أبرز هذه العقوبات الحظر الذي فرضته واشنطن على صادرات النفط الإيراني العالمية في خطوة من شأنها كما يقول الأمريكيون إلحاق أكبر ضرر ممكن بالاقتصاد الإيراني الذي تشكل صادراته النفطية مصدرا رئيسيا لدخل النظام ضربة ترامبل جديدة قابلها الرئيس الإيراني حسن روحاني بتهديد غير مسبوق لدول المنطقة برمتها بمنعها من تصدير النفط في حال حضرت صادرات إيران النفطية روحاني الذي يزور سويسرا والنمسا في محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني هدد الولايات المتحدة أيضا بالرد في حال نفدت العقوبات النفطية الأمريكية تهديدات إيرانية يبدو أن الإدارة الأمريكية لم تلتفت إليها لتمضي معلنة عبر خارجيتها إصرارها على تغيير سلوك إيران مقابل النفط الذي أكدت واشنطن أنها واثقة من توفره لا سيما بعد إعلان السعودية استعدادها لسد النقص المحتمل في صادرات النفط العالمية وتتجه الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد شركات السيارات والمعادن التي تتعامل مع إيران في شهر آب القادم بجانب عقوبات تشمل التعاملات المصرفية بدءا من شهر تشرين الثاني القادم متاعب إيران لن تتوقف عند الجانب الاقتصادي فأمريكا تبحث في إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية لوزارة الخارجية الأمريكية بحسب شبكة سي أن أن الأمريكية وذلك بعد أن أدرجت هذه القوات أواخر عام 2017 في قائمة المنظمات التي تدعم الإرهاب ترجمة نانسي قنع شكرا